واقع مؤلم استفاقت عليها الموصل بعد عام 2017 حيث تدمير شبه شامل للمؤسسات الصحية في المدينة التي كانت مشهورة على مستوى العراق بمستشفياتها العملاقة لكنها اليوم تشهد انهيارا في القطاع الصحي لمستشفياتها التي باتت خارج نطاق الخدمة طبعا واقع بالمستشفيات جدا تعبان مستشفيات الموصل خاصة من ناحية الإدارة من ناحية النظافة من ناحية الاهتمام بالمواطن مرات الروح على علاجات مثلا يكتبون انهم علاجات الاطباء اللي مدعمين فالروح الصدلية ما لقية العلاجات لازم ناخذها من صدليات خارجية سكان الموصل كانوا شاهدين على الانهيار التام لمستشفيات المدينة منتقدين تصريحات مدير الصحة نينوى من ان الواقع الصحي في الموصل في احسن حالاته وان جميع الادوية والعلاجات متوفرة في المستشفيات الواقع الصحي في محافظة نينوى وكلش كلش تعبان قبل فترة طلعنا هذا دكتور فلح مدير الصحة يقول والله اكو علاجات والله اكو الواقع الصحي بالموصل كلش زيان والله كذب كله كذب على المواطن يعني هسه قبل فترة صار عندي عملية بايدي بلاتين حتى شوفوا والله رحت على المستشفى لاكو علاجات الخيطة العملية لازم اشترينه من الخارجي الادوية كله من الخارجي هي مأساة صحية وانسانية تعيشها الموصل فسنوات من الحرب الدامية اثقلت كاهلها وعمقت جراحها ليدفع سكان المدينة ضريبة كبيرة من بنية تحتية متهالكة ومستشفيات ومراكز صحية مدمرة